بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه الحلقة التسعة عشر الخاصة بشرح مادة مبادئ المحاسبة المقررة على طلبة وطالبات الانتساب المطور في المستوى الثالث لقسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وعنوان هذه الحلقة تابع الدورة المحاسبية ثالثا مرحلة الترصيد وعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية سابقا احنا خدنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في الدورة المحاسبية المرحلة الأولى التي كانت التسجيل العملية في دفتر اليومية بقيد اليومية الذي نحدد فيه الحساب المدين والحساب الدائن نتيجة العملية المالية التي حدثت في هذه اللحظة يعني كل عملية مالية بنحدد فيها حسابين على الأقل واحد مدين والتاني دائن في قيد اليومية اللي هو حساب الحساب المدين وحساب الحساب الدائن بقيد يومية طبقا للتسلسل او التتابع التاريخي لحدوث العمليات بعد كده اخذنا هذا القيد اللي حددنا فيه الحساب الذي سيجعل مدينة والحساب الذي سيجعل دائنا اخذ هذا القيد ورحله الى دفتر الأستاذ في المرحلة الثانية الا وهو الترحيل اي ترحيل قيد اليومية من دفتر اليومية الى الحسابات التي تأثرت بهذه العملية في دفتر الأستاذ في كل حساب الحساب المدين مدين والحساب الداين يجعل داين وكل حساب نكتب للحساب الاخر اللي هو التسبب فيه زيادة او نقص هذا الحساب هنا يبقى هنا في المرحلة الثانية بدأ تبويب نوعي بعد كده بدأنا فيه الترسيط بدأنا في الترسيط في المرحلة الثالثة بعد ما نرسด الحسابات بالطريقة اللي احنا شفناها في الحلقة السابقة وقلنا ان الرسيد هو متمم حسابي في الجانب الاقل للوصول الى الجانب الاكبر بعد ما ننتهي من عملية الترسيد عايزين نتأكد بقى ان العملية الترسيد والترحيل وقيود الامية كانت سليمة فبنعمل ما يسمى بميزان المراجعة ميزان المراجعة ده عبارة عن كشف ببيان الارسيدة الحسابات الموجودة في دفتر الاستاذ ارسيدة الحسابات الموجودة في دفتر الاستاذ بعد نهاية الفترة المعينة بعد ما سجلنا الخيود الامية كلها في هذه الفترة وبعد كده رحلناها الى الحسابات عايزين نشبه الملقص او الخلاصة بتاعة هذه العملية التي تمت خلال الفترة الماضية في كل حساب فبنعمل ما يسمى بميزان المراجعة اللي هو بيان او كشف بارسيدة هذه الحسابات الموجودة في دفتر الاستاذ في نهاية ايه؟ في نهاية الفترة ولابد ان تكون الارسيدة المدينة تساوي الارسيدة الايه؟ ادهين يعني لازم الميزان ده حتسمه ميزان ميزان يعني لابد الكافتين لابد ان يتساوي لو تبقى للمعادلة المحاسبية بتاع الزمان زي ما شايف انت على الشاشة قدامك بعد الانتهاء من عملية ترسيد الحسابات في دفتر الاستاذ فيجب التأكد بصفة دورية من صحة تطبيق قعدة القيد المزوج القيد الاومية اللي احنا عملناها في دفتر الاومية والاجراءات المحاسبية المتمثلة في القيد والترحيل والترسيد لازم نتأكد ان عملية القيد قد الاومية كانت سليمة ثم الترحيل كان سليم ثم الترسيد كان ايضا سليم والتحقق من استمرار توازن المعادلة المحاسبية ويتم ذلك من خلال اعداد ما يسمى بميزان المراجعة يعني ميزان التحقق ان الارصدة المدينة تساوي الارصدة الدائن او الجانب المدين في المعادلة المحاسبية يساوي الجانب الدائن الاصول والمصروفات لابد ان تساوي الالتزامات والارادات الالتزامات سواء كانت خصوم او حقوق مدكية والذي يعد كشف بارصدة الحسابات الميزان المراجعة ده بيعتبر ايه كشف بارصدة الحسابات بضفتر اساسة وياخذ ميزان المراجعة الشكل التالي بالتطبيق على المثال السابق في الحلقة السابقة يعني تابع المثال اللي احنا اشترلنا عليه في الحلقة السادسة عشر ولكن بعد اضافة المطلوب اعداد ميزان المراجعة ثم اعداد القوام المالية في خمستاشر اتنين هناخدوا كل حساب من دول او حساب النقدية كان رصيده كام مدين بخمسمية كام خمسة سبعين الف يبقى نيجي النقدية بالبنك وبعد كده رأس المال كان رصيده دايم بستتمائة الف يبقى يزر في ميزان المراجعة رأس المال دايم بستتمائة الف رصيده دايم اما حساب النقدية بالبنك رصيده مدين بخمسمية خمسة سبعين حساب القارغ رصيد دايم بمية وخمسين الف حساب مباني رصيد مدين بترتمائة وخمسين الف تبقى لعملات ترسيز بعدها شفناها زمان بعد كده حساب الدايمون انا بكلم على المزان المراجعة في خمستاشر اثنين مريض جئنا بقى بالرصيد المنقود د���카� goes في بداية الفترة التالية امرديناها انا اعمل لمزان مراجعة فيه خمستاشر اثنين فباخد الرصيد قبل الانتقال للفترة التالية الدانون رصيد داين بـ 175 ألف هتجد ان في ميزالنا مراجعة حساب الدانون رصيده داين بـ 175 ألف النقدي بخزينة رصيدها مدين بـ 22 ألف وكم وخمسمائة كل ده النقيف الكشف دولاتي حالا حساب إرادات خدمات رصيده داين بكم بـ 25 ألف بعد كده آخر حساب اللي هو حساب مصروفات دعاية وإيه وإعلام بـ 2000 وإيه وخمسمائة رصيد مدين انت لو بصيت للحسابات دي كلها هتجد ان الرصيد بتاعها سواء مدين أو داين دي يتمشى مع طبيعة الحساب اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه زمان ان الاصول والمصروفات دي ارصدتها بطبعتها ارصدها مدينة الاصول والمصروفات دي الالات والمباني والنقدية بالبنك اللي كنا دعب الخزينة كل دي حسابات ارصدتها ايه مدينة بطبعتها لكن الحسابات اللي ارصدتها داينة هي حسابات الالتزامات الخصوم وحقوق الملكية والارادات والارادات يعني لو جمعنا كل ارصدت الحسابات دي في ميزان المراجعة اه ميزان المراجعة في 15-2-422 هنكتب الارصدت المدينة اه مدين داينة 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 يعني ارصدها مدينة وارصدها داينة وبيان اسم الحساب يبقى انت لو بسيط كده تجد ان دول حوالي 8 حسابات ان هم 8 حسابات الموجودين اللي احنا اشتغلنا عليهم في قدر امية ادي حساب مصروبات دعاوة علان واحد حساب ارادات وخدمات 2 حساب ناديب الخزينة 3 حساب داينون 4 حساب مباني 5 حساب قرد 6 رأس المال 7 حساب الناديب البنك 8 هم 8 حسابات هم دول اللي اتأثروا بالعمليات التي تمت خلال الفترة من 1-2 لغاية 15-2 هم دول الحسابات اللي مازالوا مفتوحين او لهم رصيد سواء مدين او ايه او داين هتجد ان الارساد المدينة هم عبارة عن ناديب البنك ناديب الخزينة حساب مباني حساب مصروبات دعاية وايه واعلان ليبديكن لها اصول وايه ومصروبات انا قلت الرصيد بيتمشي مع طبيعة الايه يتمشي مع طبيعة الحساب اما الارساد الدائنة خمسمائة خمسة عشرين الف وعندي اتنين وعشين الف وخمسمائة وفيه الفين وخمسمائة يعني خمسة عشرين الف ايبه خمسة عشرين الف وخمسمائة خمسمائة سبعين يعني ستمائة الف ستمائة الف وثتمائة وخمسين الف ايبه تسعمائة ويه وخمسين ونفس الكلام اه في الجانب الدين عندي 175 ألف وعندي 25 ألف تحت يبقى 200 ألف 200 ألف ومية وخمسين يعني 350 350 و600 ألف ريال لرأس المال يبقى 950 ألف أم الأرصاد داينا تساول أرصادة للمدينة زي ما نشوف بعد كده في الحلقة التالية إن مزام وراجعة دي لو توازن مش معنى كده إن العمليات اللي انت تمت في قويد الأممية والترحيل والترسيد يبقى دي دليل على إن كل المراحل السابقة سليمة لأن في بعض الأخطاء تبقى أخطاء متكافئة ما يتبنش هنا في ميزان مراجعة في توازن ميزان مراجعة فتوازن ميزان مراجعة لا يعني بالضرورة سلامة كل الإجراءات السابقة بنسبة 100% لأنه قد يكون هناك أخطاء متكافئة لا يظهرها ميزان مراجعة لكن هناك أخطاء ممكن يظهرها لو أنت نقلت مثلا رحلت حساب مثلا القيدة ومية كان حساب آلات مدين وحساب النقدية بالبنك داين بـ 50 ألف رهان فرحلت أنت لحساب الآلات 50 ألف مدين وجيت في حساب البنك بدل ما تخليها خمسين خليتها خمس سلاف بس نصيد سفر يبقى معنى كده أن الأرصدة مش هتتوازن في الحالة دي الأرصدة المدينة بتاعت الأصول مش هتتوازن لأن أنت رحلت جانب خمسين ورحلت الجانب العكسي في حساب تاني خمس سلاف يبقى دي خطأ ممكن يكتشف في عدم توازن من زي ما نشوف تمين بعد كده لكن فيه أخطأ يعني لما تكتشف هذا الخطأ لوح جاية أنت كل موضوع أنت هتعدل الخطأ اللي كان موجود في البنك بدل يجعل داين بخمسة لا تدوله بكم تروح جاية وجعله زي هذا بـ 45 يبقى أنت كده جعلته داين بـ 50 زي المباني لما جعلت مدينة بـ 50 زي ما نشوف بعد كده في الدرس القادم إن شاء الله هنشوف الأخطاء التي يمكن أن تلطب عليها عدم توازن الميزان أو لما تيجي تنقل مثلا رصيد من الحساب إلى ميزان مراجعة نقلته نسيت سفر مثلا أو نسيت رقم يبقى برضو الميزان مش هتوازن يبقى لازم ترجع تاني إلى الخطوات السابقة لإعداد الميزان عشان تعرف الخطأ فين بعد إعداد ميزان المراجعة هذا بيتم إعداد القوائم المالية أنا عايز أفكركم بس بحلت هذا التأمين في حلقات سابقة بس باستخدام المعادلة المحاسبية طيب نرجع بقى نفتكر في الحلقات السابقة كنت حلين نفس المثال ده بس باستخدام المعادلة المحاسبية زي ما قلت لو فتكرنا هنجد أن كان الآخر معادلة آخر معادلة محاسبية بعد آخر عملية في خمسة عشرين اتنين كانت عبارة عن السخل الآتي كان عندي برضو 8 حسابات الهم اللي كانوا موجودين قدامك دلوقتي في المزان مراجعة عندي النادية بالبنك الكام هنا 575 هتجد أن في آخر معادلة محاسبية عملناها زمان النادية بالبنك الكام 575 النادية بالخزينة كام 22500 حساب مباني 350 ألف أتي موجودة هنا مباني 350 ألف يعني انا عاد اقول ان استخدام مفهوم الحساب والجانبين بتوع المدين والايه والداين وقيود الامية ثم الترحيل الى دفتر الاستاذ في الحسابات المدين مدين والداين داين ثم الترسيد وعدام مزام مراجعة يديني نفس اخر معادلة محاسبية احنا كنا توصلنا لها لما حلية التمرين ده باستخدام البيان الاسر على المعادلة المحاسبية يعني انت لو انت بصد في الشاشة القدام ساتك بقول لك ينبغي ملاحظة ان ارصدة ميزان المراجعة السابق ميزان المراجعة لاحنا لسه وصلينه دولاتي بعد القيود الامية والترحيل والترسيد تمثل ارصدة هذه الحسابات في اخر معادلة محاسبية التي تم التوصل اليها في الحلقة الحديث عشف عند حل هذا التمرين باستخدام المعادلة اللي ايه؟ عند حل هذا التمرين باستخدام المعادلة المحاسبية وبيان اصل العمليات المالية عليها يعني انا هزا اقولك ان العملية واحد بس طبعا انا هنا دي حوالي خمس ستة عمليات ترتب عليها تأثير على ثمان حسابات لكن في الشركات الكبرى والشركات الاخرى ما تبقاش ثمان حسابات هتبقى خمسين ستين حساب مقلقتها مئات الحسابات فهتجد ان كل الاصدة هي دي نفسها اللي احنا وصلنا لها في ميزان ايه؟ المراجعة هتجد الدائنون مية خمس سبعين الف والقارد مية وخمسين رصيده اه قارد مية وخمسين والدائنون مية خمس سبعين بس احنا لما كنا بنشرح المعادلة المحاسبة دي كنت بزود ونقص انا في البند نفسه نتيجة الزيادة والنقص وبجيب الرصيد على طول مباشرة بعد كل عملية طبعا هذا الكلام ما ينفع سراتي في دخامة العمليات وتكرارها وتعددها في اللحظة الوحدة مش في الديها في اللحظة الوحدة في الثانية الوحدة بيبقى في مئات بل قلوف العمليات على مستوى العالم بالنسبة لو كان شركة عالمية او شركة دولية او شركة متعددة الجنسيات زي ما بقوله رأس المال ستمائة الف ويرادات خدمات خمس وعشرين الف اه اه في ميزان مراجعة رأس المال ستمائة الف ايرادات خدمات خمس وعشرين وهكذا بمعنى ان بعد ميزان ورجع هذا بيتم اعداد بقى القوام المالية اللي هي هنا قيمتين اساسياتين اللي هي قيمة الدخل وقيمة المركز المالي هاي بقوا نفسهم اللي انا كنت عاملهم زمان مع المعادلة المحاسبية هم نفسهم بالزبط اه اه ادي قيمة الدخل هتبقى زي ما هي في خمس وعشرين اتنين يعني القوام المالية اللي هي الناتج النهاي في ايه النظام المحاسبي مش هتفرق خالص سواء استخدمة المعادلة المحاسبية او استخدمة مفهوم الحساب يبقى الايرادات ااخد الايرادات واطرح منها لايه المصروفات اديني صافي الدخل اللي هو صافي الربح هنا طلع اتنين وعشرين الف وايه هو خمسمية ااخد صافي الربح ده او دي اه قيمة المركز المالي في صورة زيادة الى رأس المال كربح ولابد ان قيمة المركز المالي لابد ان تتوازن لو بصينا كده هتجد ان قيمة المركز المالي اللي هي الاصول والالتزامات دون الايرادات والمصروفات اللي هي يعني انا خدت كل ميزان المراجعة ده يعني لو بصينا لكل بند من البنود لازم نعرف طيما اصول او خصوم التزامات يبقى دي ما كان قيمة مركز المالي اللي هيروح قيمة الدخل اللي هم حاجتين اتنين الارادات والمصروفات يعني اللي هيروح قيمة الدخل اللي بتصادق تحديد صافي الربح هي المصروفات في الارفصدة المدينة والارادات من ضمن الارفصدة الايه الدينة يعني انت لو بصينا هتجد ان المصروفات دعاية واعلان دي هي دي لها تروح قيمة الدخل نفس الكلام في الارفصدة الدينة يبقى الارادات اما باقي العناصر ميزان المراجعة يبقى هيروحوا قيمة المركز المالي يعني ميزان المراجعة اللي هو بنوصله في نهاية الدورة المحاسبية هذا لابد ان في حسابات زي ما نشوف بعد كده هتقفل في قيمة الدخل او في حساب القتامي او الحساب النتيجة هتقفل لان دي حسابات فترية حسابات فترة حسابات اسمية بنسميها لحسابات الارادات والمصروفات المرتبطة بالفترة المنتهية في 15 اثنين فان الفترة اللي هي قبل اعداد ميزان مراجعة فدي حسابات مرتبطة بالفترة فلا بد ان تقفل واخد بس انا هميني بس الفرق بين ارادات النشاط الجاري والمصروفات التي تحملتها المنشأة في سبيل الحصول على تلك الارادات فده عندي انا الارادات 25000 المصروفات اللي تحملتها المنشأة المرتبطة بها هذه الارادات 2500 بس مصروفات دعاية واعلان طبعا بعد كده يبقى فيه مصروفات عديدة بس احنا هنا بس للشرح بس يبقى معنى كده ان انا حققت ارادات نتيجة تقديم الخدمات للعملاء 25000 في مقابل لان انا صرفت كم 2500 يبقى انا كسبان كم 22000 2500 يبقى هذا المكسب الربح يعتبر اضافة الى رأس المال في قيمة المركز في قيمة المركز المالي اه رأس المال 600000 زائد 22500 صافر ربح يبقى معنى كده ان رصيد حقوق الملكية 600 22500 ريال بالاضافة الى القرد 150000 والدائنون 175 يبقى اذا الاصول هنا هتجد ان هي 947500 والالتزامات لابد ان تساوي نفس القيمة بمعنى ان لازم قيمة المركز المالي في النهاية بعد ترحيل ناتج قيمة الدخل الى رأس المال سواء بالزيادة وبالنقص بالزيادة لو كان هناك ربحا بالنقص لو كان هناك ايه فصارة لازم قيمة المركز المالي دي تتوازن اذا لم تتوازن قيمة المركز المالي دي يبقى لازم ترجع بقى للاجراءات السابقة ونشوف هل هناك اخطاء في نقل الارصدة هل هناك اخطاء اخصوص لو انت كان ميزان مراجعة متوازن لو ميزان المراجعة متوازن يبقى لازم قيمة المركز المالي ايضا ايه لازم قيمة المركز المالي ايضا تتوازن انا عايز اقول كمان ان ممكن انا ادي لك انا ارصدة ميزان المراجعة هنا ويبقى مثلا رأس المال مجهول رأس المال ايه مجهول مجهولة ممكن بعد كذا ما نشوف التمرين اللي ممكن نسأل باستخدامها سواء في سورة صحة ام خطأ ام سورة اختيارات متعددة حاجة ادي لك انا كل الارصدة دي واخلي رأس المال انا مجهول علامة استفهام يعني في الحالة دي انت ممكن تطلع لي الستمائة الف دول كمتمم يعني انا هدي لك كل الارصدة دي معادة رأس المال وقول لك المطلوب استخراج قيمة رأس المال وهدي لك اربع احتمالات ستمائة الف الف خمسمائة وخمسين الف به جيمة تسعمائة الف دال ليس شيئا مما سبق يبا انت في الحالة دي انا هديك شوية ارصدة كده ومش هقول لك مدين ولا داين مش هقول لك مدين ولا داين يعني هديك مادية بالبنك مادية بالخزين مباني مصروفات الات سيارات داينون قرد وكل واحد برقم وقول لك ان رأس المال يساوي مثلا خمسمائة وخمسين الف هنا طلع كام؟ ستة مية يبا لازم تكتب الارصدة لمدينة وتطرح منها الارصدة الدائنة الموجودة يبا الفرق هو رأس الايه؟ الفرق هو رأس المال وكذا ممكن في التمارين دي ممكن نسأل فيها باكثر من ايه؟ باكثر من شك زي ما هنتشوف بعد كده في الاسئلة الخاصة بالمراجعة ان شاء الله لان هذا اقوله في هذه الحلقة ان الاجراءات الدورة المحاسبية باستخدام مفهوم الحساب ونظرية القائد المتزوج هتديني نفس الناتج اللي انا وصلت له في حالة استخدام المعادلة المحاسبية نفس الناتج زي ما انا اثبت في هذا التمارين ان ميزان المراجعة في نهاية الفترة هو نفسه اخر معادلة محاسبية هو نفسه اخر معادلة محاسبية احنا توصلنا لها لو نجينا حلين التمارين ده باستخدام المعادلة المحاسبية ده لان اعجب اتاكد عليه في هذه الحلقة بس طبعا استخدام مفهوم الحساب ونظرية القائد المتزوج والدورة المحاسبية ابتداء من التسجيل في دفترة رومية ثم الترحيل ثم الترصيد واعداد ميزان المراجعة والقوام المالية بتتمشى تماما مع طبيعة العمليات وحجم وضخامة حجم العمليات التي تتم في الشركات الحالية دلوقتي لكن المعادلة المحاسبية دي هي بس دي هي الاساس المعادلة المحاسبية هي دي الاساس وتأثير العمليات على هذه المعادلة فديو اللي احنا كنا عожيين ن ήταν اكد عليه تماما ان نتيجة الدورة المحاسبية هي نفسها تأثير العمليات على المعادلة المحاسبية انا قلت زمان ان الدرس بتاع المعادلة المحاسبية ده هو ده اهم درس في المحاسبة المالية لان اللي يفهم التأثير العملية على المعادلة المحاسبية دي وبفرض ان المعادلة لابد ان تكون متوازنة بعد كل عملية وفي اي وقت نفس الكلام برضو في فكرة استخدام فكرة الحسابات ونظرية القيد المتزوجي برضو لازم الارصدة المدينة تساوي الارصدة الايه الدائنة وانا قلت الارصدة المدينة هما حكتين الاصول والايه والمصرفات دي ارصدة مدينة طبعات اما الالتزامات في سورة الخصوم او حقوق الملكية او الارادات فدي ارصدة دائنة بطبيعة ولابد ان الارصدة المدينة تساوي الارصدة الايه تساوي الارصدة الدائنة في اي لحزة وبعد اي عملية بعد نتيجة طبعا ترصيد الحسابات في دفتر الأستاذ والترحيل وإجراء قيد الهمية والترصيد والتأكد عن طريق إعداد ميزان المراجعة قبل إعداد القوائم المالية طبعا بعد كده أنا هجأ أقول بعد معمل ميزان المراجعة وقبل معمل قوائم مالية قد يتم إجراء بعض التسويات على بعض المصرفات يعني لو جيت قلت أنا إن لو جيت قلت إن الـ 2500 مصرفات لدس هناك مصرف لم يتم إجباته يبقى لازم أعدله بما يسمى التسويات الجردية وفي نهاية هذه الحلقة أرجو أن نكون قد وفقنا في تحقيق الأهداف المرجوة منها وإلى حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة